اهلا بكم في الفيديو ده احنا هنستكمل كلامنا عن شرح وتلخيص كتاب علم البيع لديفيد هوفيلد من ضمن المفاهيم المهمة في الكتاب ان القرارات اللي احنا بناخدها كعملة بتبقى العاطفة جزء مهم جدا منها الاموشنز العاطفة او الحالة الانفعالية او مش بمعنى العواطف والرومانسية لا بمعنى الحالة الانفعالية وهو جايب دراسات بتأكد ان احنا بناخد قراراتنا اساسا بالعاطفة وبعدين بنحاول نبررها بالمنطق الحالة الانفعالية او مزاج العميل ببساطة بيأثر جدا على القراراته اي واحد فينا لما بيكون في حالة ايجابية بيبقى شايف الحياة كلها وردي وشايفها كده بنضارة نضار التفاؤل وما بيكونش حاسس ان الكلام ده بسبب ان هو لابس نضارة او ان هو شايف الدنيا بشكل مختلف بيكون شايفها فعلا جميلة اللي بيكون مزاجه سيء وسلبي بيشوف دايما اللي حواليه سلبي وما بيكونش حاسس برضه ان هو في نضارة صودة او شايفها بشكل سوداوي لا بيحس ان هي فعلا كئيبة فده معناه ان ده بيحصل على مستوى اللا وعي في اللا وعي بيحصل ان الحالة العاطفية الايجابية بتساعد جدا على قرار الشر لما العميل يكون في حالة سلبية دايما بتلاقي احتمالات الشر أضعف ودايما بتلاقي الاعتراضات أقوى وفيه حتى بيت شعر بيقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عينه السختي تبدي المساوي لو انت راضي عن حد ومبسوط منه بتشوف كل حاجة بيعملها جميلة لو انت متضايق بتشوف كل حاجة بيعملها وحشة العواطف مرتبطة جدا عندنا من ضمن الحاجات اللي هو استشهد بيها ابحاث بتاعت الدكتور اسمه ديمازيو كان بيعمل ابحاث على مجموعة من المرضى عندهم اصابات في المخ خلتهم يفقدوا ان يكون عندهم جزء فعالي وافكار عاطفية لا ان الناس دول صعب جدا بيكون عندهم شبه استحال ان هم ياخدوا القرارات ادى مثال بواحد من عينينه كان بيخيره ما بين معادين المعاد الجاي عشان يجيله الراجل طلع النوت بتاعته وقعد يقول كنزات وعيوب كل معاد وقعد حوالي عشرين دقيقة بيفكر الموضوع ما انتهيش غير لما الدكتور ديمازيو قال له خلاص هو معادك يوم كذا الساعة كذا بالنسبة لك اوكي قال له اوكي تمام وسجل المعاد هو هنا مش ان الموضوع محتار ما بين بداية فيها مشكلة الحيرة كانت بسبب ان مفيش عاطفة العاطفة بتيجي بتزقنا بتخلينا نختار اختيارات بشكل اسهل وبتخلي حياتنا اسهل واحنا مش واخدين بالنا نفس المرضى دول لما عرضوا عليهم صور فيها حاجات مؤلمة وكده ما تحركش عندهم زبزبات المخ باشارات رجاز رسم المخ ما تحركتش خالص معناها ان هو ما بيستجبش لهذه العاطف والانفعالات دي ديفيد هوفلد في الكتاب بيقول ان الاموشنال استيت او الحالة الانفعالية والعاطفية للعميل مهمة جدا وهو بياخد قرار لما تكون ايجابية بيبقى اسهل يشتري ولما بتكون سلبية بيبقى صعب جدا يشتري كنا اتكلمنا قبل كده عن البريفرال روت الطريقة اللي المخ بيفكر فيها بيفكر قولنا بارلل سنترل وبريفرال البريفرال روت بيشتغل اكتر في الحالة الايجابية بيبقى اكثر قبولا للاشارات اللي هي بتيجي للبريفرال روت كمان بيكون اكثر تقبولا للسعر لما يكون اعلى لما يكون في حالة مزاجية ايجابية الدراسات حتى اللي اتعملت على مهنة المفروض ما يتدخلش فيها العاطف اطلاقا زي مهنة القاضي القاضي المفروض ان هو بيحكم بشكل متجرد بناء على ادلة وقراء ومستندات وشهود اكتشفوا ان الحالة المزاجية للقاضي بتفرق جدا في الاحكام لما بتكون ايجابية له احتمال ان هو يدي احكام براءة حوالي 65% لما بتكون سلبية سلبية بمعناها ان هو مثلا مرهق فترة طويلة سهران جعان ممكن في اخر اليوم بعد يوم عمل طويل بيكون نسبة احكام البراءة تقريبا 0% فالاحكام بتبقى زي الحالة المزاجية والعاطفية لما بتبقى سلبية الاحكام بتبقى سلبية لما بتبقى ايجابية احكام بتبقى ايجابية وجزئية مهمة كمان ان العميل في حالة مزاجية سلبية لما بيكون لما بياخد قرار ان هو مش هيشتري ما بيكونش هو حاسس ان ده بسبب حالته او بسبب انفعالاته دايما بيكون التبرير الشركة مش كويسة المنتجات ما عجبتنيش البيع ما كانش بيوضح لي كويس ما كانش عاجبني زي ما قلتلكم الحالة السلبية بتخلينا نشوف كل شيء سلبي طيب ده يفدنا ايه في البيع يفدنا اولا لازم نفهم الحالة المزاجية اللي فيها العميل او الانفعالية اللي هو سمها الاموشن الستيت ولازم نحاول نغيرها ومن حسن الحظ انها ممكن تتغير ممكن تنقل عميلك بهدوء كده لو لقيت ان هو في حالة سلبية تنقله للحالة الايجابية طيب كلام ده هيحصل ازاي هنبدأ الاول نفهم ازاي نحدد الحالة الانفعالية للعميل او نعرف مزاجه ايه وبعدين نبدأ نتكلم ازاي نقدر نحولها الى ايجابية ونغيرها وده هيكون موضوع الفيديو اللي جاي شكرا ليكم يوزارت خديد خطك خطات خسر اشتركوا في القناة